تحتضن العاصمة نيجيرية أبوجة ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية تحت شعار تعزيز الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا لمرحلة ما بعد كوفيد-19 من خلال القيادة البرلمانية ويشارك رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي في أشغال هذا الاجتماع وقد كان في استقباله لدى وصوله أبوجة رئيس مجلس النواب نيجيري حيث تبدل الحديث حول أجندة المؤتمر والملفات المدرجة